السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زقائي اليوم سنتعلم كيفية تفعيل مجر جالاكسي بعد تحظره ببعض البلدان وأهمى سوريا الطريقة التي سنستخدمها لا تحتاج لأي كاسر بروكسي ولا لأي برنامج سنفعل المجر بطريقة سهلة كثير سلسلة عن طريق صغره موجوده بتطبيق الجالاكسي وما رح نحتاجه فك السيام ولا شلون مثل كل الفيديوهات اللي ظاهره على اليوتيوب وطرق الشرح لتفعيل المجر وما رح نحتاجه اي شي خليكم معنا فاصلوا ونرجع موسيقى 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 ورجعنا لكم من جديد أصدقائي الخطوة الأولى من قائمة التطبيقات رح نختار الضبط موسيقى لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليسلكم كل جديد موسيقى موسيقى من قائمة الضبط رح نختار موسيقى الحسابات والنسق الاهتياطي موسيقى 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 على الجهاز طبعا حساب السامسونج مجرد ما تضغط على الزر الإضافة فيك تضيف حساب جديد وفيك تفعيل حساب قديم موجود عندك سابقا وبعد ما من انتهي من إضافة الحساب نضغط على الزر الهوم لحتى نرجع للشاشة الرئيسية هلا أصدقائي رح نضغط على متجر جالكسي رح نشوف انه عم يعطينا اشعار انه هاي الخدمة غير متوفرة بالإضافة الى رمز الكود تبع الخطأ طبعا هذا الحقيقي ان المتجر محظور ببلدك هلا أصدقائي رح نعمل حيلة صغيرة رح نخلي المتجر يشتغل بدون ما نحط اي برنامج وبدون ما نشيل السيام من الجهاز نضغط داتا طويلة في منتصف الشاشة حتى تظهر الخيارات ثم نختار التطبيقات المصغرة ثم نبحث عن أداة مصغرة باسم جالكسي ستور ها هي أصدقائي نضغط عليها ضغطة مطولة حتى يمكننا سحبها الى الشاشة الرئيسية ونضعها بأي مكان فارغ وبعد ظهورها على الشاشة الرئيسية نضغط على رمز المكبرة الذي هو رمز البحث الموجود في الأداة المصغرة التي أخرجناها ثم نقوم بكتابة اسم أي تطبيق نريد البحث عنه وتثبيته من جالكسي ستور مثلا ساختار برامج سامسونج فسأقوم بكتابة كلمة سامسونج في البحث ها هي أصدقائي كافة برامج الصادرة من شركة سامسونج بات بإمكاني الآن تحديث برامج جهازي أو تثبيت أي برنامج لم أقوم بتثبيته من قبل فبهذه الطريقة قمنا بتفعيل مجر جالكسي ستور واستخدامه رغم أنه محظور في هذه البلد التي أستخدم المجر فيها على سبيل المثال سأقوم بالضغط على سامسونج نوتس ثم الضغط على تحديث لاختبار المجر وأمكانية التنزيل أو التحديث منه كما تشاهدون أصدقائي جاري تحديث البرنامج وها هو في لوحة الإشعارات جاري التقدم سنعود للبحث سنحاول كتابة أسم تطبيق آخر مثلا One Drive نضغط عليه هذا هو أصدقائي التطبيق إنه مسبت لديه لكن استطعنا الوصول إليه كما يمكننا الوصول لأي تطبيق آخر نريده طبعاً الغاية من تفعيل منجر جالكسي ستور هو تحديث تطبيقات سامسونج أو تطبيقات الأندرويد الأساسية الموجودة بجهاز سامسونج التي لا تتوفر تحديثاتها إلا بجالكسي ستور نتمنى أن يكون الشرح واضح وقد استفدتم دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته